حدثنا وكيع عن سفيانا عن ابن خثيمين عن اسماعيل ابن عبيدي ابن رفاعة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وابن اختهم منهم وحليفهم منهم حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن خثيمين عن اسماعيل ابن عبيدي ابن رفاعة عن ابيه عن جده قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال هل فيكم من غيركم قالوا لا الا ابن اختنا وحليفنا ومولانا فقال ابن اختكم منكم وحليفكم منكم ومولاكم منكم ان قريشا اهل صدق وامانة فمن بغى لها العوائر اكبه الله في النار لوجهه حثنا عفان حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيمين عن اسماعيل ابن عبيدي ابن رفاعة بن رافع الزرقي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حليفنا منا ومولانا منا وابن اختنا منا حثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فصل قريبا منه ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد صلاتك فانك لم تصلي قال فرجع فصلك نحو مما صلى ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعد صلاتك فانك لم تصلي فقال يا رسول الله علمني كيف اصنع قال اذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بما شئت فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدو الظهرك ومكن لركوعك لركوعك فاذا رفعت رأسك فاقم صلبك حتى ترجع العظام الى مفاصلها واذا سجدت فامكن لسجودك فاذا رفعت رأسك فاجلس على فخيذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة قال قرأت على عبد الرحمة بن مهدي مالك عن عيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزرقي عن ابيه عن ريف عتاب بن رافع الزرقي قال كنا نصلي يوما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا قال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبوها اولا حثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه وكان بديريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل فصل في ناحية المسجد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ثم جاء فسلم فرد عليه وقال ارجع فصل فانك لم تصل قال مرتين او ثلاثا فقال له في الثالثة او في الرابعة والذي بعثك بالحق لقد اجهدت نفسي فعلمني وارني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تصلي فتوضى فاحسن وضوءك ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما قائما ثم اسجد حتى تطمئن سجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن سجدا ثم قم فاذا اتممت صلاتك على هذا فقد اتممته وما انتقصت من هذا من شيء فانما تنقصه من صلاتك أفضل اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة